موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كديرين أحوالكم بخير وعلى خير نتمنى تلقاكم الفيديو اليومة وصواتي اليومة في أحسن الأحوال إن شاء الله وفي أحسن الظروف اليوم نجملكم قصيرة لتحضير البربا أو اللي بيتخاف كل واحدة على حساب شنو سيسميهم طريقة بسيطة بزاف نتيجة كتجي روعة لا في المداخ ولا في تقديم ديالها كتجي زوينة بزاف وصفة صيفية هكذا كتجي خفيفة سنحتاج لها إن شاء الله عندي هنا كمية من البربا مسلوقة في الماء عندي قياس الجوج يغورت منكهات الفريز وعندي كاس كبير من الحليب هنا الكيميات تبقى على حساب عدد الأفراد الأسرة وعلى حساب الضيوف أنا هنا أختار كمية نبأسة بها من البربا كما ذكرت من قبل تنسلقها في الماء لتنسلقها لتنسلقها من البربا قومنا بسلقها في الصلاة أو في المقبلة لدينا الزيت البربا التي أضعها في الخلاط الكهربائي سوف نضيف عليها الياغورت الياغورت لا يمكن تختاره أي نكهة أنا هنا أختارت من نكهات الفريز وخليت شوية من الياغورت لتقديم لتنسلقها سوف نضيف كمية بسيطة من الحليب سوف نضيف ونضيف الحليب لا نضيفه حتى نرى القوام الذي أريده عندما تنسلقها نضيف الحليب قليلاً ممكن أن نسميها فيلوتة عبارة عن فيلوتة البربا تأتي بسيطة ويجبوني فأنتجرون لتأتي بإعجاب هذا القوام كما تأتي بسيطة لم يأتي بسيطة لم يأتي بسيطة لم يأتي بسيطة لم يأتي بسيطة ولكن يكون لديه قوام كريمي هنا حضرت عندي كؤوس التقديم اخترت هذا الكؤوس سوف نضيف فيه فيلوتة البربا كما تلاحظوا لقد تأتي بسيطة لقد تأتي بسيطة نضيف الحليب لم يأتي بسيطة لا تذكرت البربا لتنسلقها تضيفها في تلاجحتها تبرد جيداً لتحنها مع العناصر الأخرى مع الياغورت و الحليب لتصدق لنا الوصفة سوف نضيف نضيف الزيت أو بلاستيك نضيف الياغورت من الوصفة نضيف خطوط بحل هكذا بالنسبة للزليل فات كلهم سوف تشوفوا معي طريقة التزين بسيطة و تبقى اختيارية كما تقولوا دائماً تقديم على حساب الضوء كل شخص و على حساب المتوفر سوف نضيف طريقة ولا أبسط أبسط من البساطة سوف نضيف خطوط بواسطة السكين ممكن تستعملوا الكوردون أو أي حاجة هكذا رقيقة و ندوزوا بها خطوط كي نحصلوا على هذا الموتيف أو على هذا تزين هذا تأتي بسيط و في نفس الوقت أعطي المنذر صافي في حال هكذا من الأحسن كما قلت لكم إذا تريدوا تقدموها مباشرة الباربة تكون باردة بمزيان الياهورتو الحليب حتى يكونوا باردين باش كين طحنوا الباربة ديالنا تنقدموه في كؤوس تقديم بحال هكذا وتنحطوه مباشرة تيجي في حال هاتشكل هذا وصفة بسيطة بزاف أبسط من البساطة كما قلت لكم ولكن نتيجة كتجي فعلا روعة كتستحق التجربة صيفية مئة في المئة وأكيد ستنال إعجاب ديالكم إن شاء الله فاش ستجربوها هكذا سنكونوا سلينا تحضير الباربة نتمنى اللي بقى ما اشتركتش معنا في القيانة تشترك معنا وتفعل الجرس باش يوصلها جديد للوصفات وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله